اموال باهدة سخرت للاستثمار تقارب سبعين مليار دينار المرضون انتحها ما تنفي واضح بالنسبة لا الميزانية ولا المستوى المعيشي ولا فاجأ رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اعضاء مجلس الامة عندما كشف ان ما يقارب سبعة الاف مليار ذهبت ادراج الرياح في مشاريع استثمارية فاشلة لم تعد باية فائدة على الاقتصاد وبينما رأى البعض في كلام تبون شجاعة في قول الحقيقة والاعتراف باخطاء الحكومات رأى اخرون ان تصريح انتقاد واضح لحكومة عبد الملك سلال السابقة كما ذهب فريق ثالث الى ان هذه التصريحات تشير للاعتراف بتصاعد الفساد في جميع القطاعات الاقتصادية وتبقى المشكلة الاساس ما اذا للسلطات نية وارادة حقيقية لمحاربة الفساد ومتابعة المفسدين ومعاقبتهم وهذا ما يشكك فيه كثير من المحامين والناشطين الحقوقيين بسبب عدم استقلالية القضاء وشفافيته ورغم وعود وزير العدل الطيبلوح في كثير من خرجاته وجولاته عبر الوطن وهناك رأي اخر يقول ان تصريحات رئيس الحكومة الجديد ما هي الا محاولة لتهديئة الجبهة الاجتماعية وتخفيف الاهتقان تحذيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة 15 وزيرا حاليا كانوا اعضاء في حكومة عبد الملك سلال لكن هذا لم يمنع الوزير الاول الجديد والذي كان وزيرا للسكن من ان معظم المشاريع لم تثمر النتائج المرجوة منها بسبب ما وصف بالصفقات المغشوشة والاخفاقات المتتالية والفضائح المشهودة خبراء اقتصاديون وقفوا على درجات كبرى من الاهمال والتقاعس واللمبالات دون ما متابعة او حساب او تقييم من قبل السلطات العليا واكدوا ان ما وصف بالمؤسسات ما هي الا هيكل بدون روح فاين هي نتائج المساعدات لقطاع الصناعة على امتداد سنوات طويلة عشرات المليارات من الدولارات تحت اسماء مختلفة مثل محوي الديون او النهوض بالقطاع العام او بعث الصناعات الصغيرة واستنتج هؤلاء الخبراء ان النتيجة الوحيدة لتلك السياسات التي وصفوها بالعوجة هي تبذير موارد الدولة خصوصا فلا الصناعة ولا القطاع العام ولا التنفسية انتعشت وبقي الاقتصاد اسيرا لقطاع النفط منذ الاستقلال متابعون اخرون علقوا على تصريحات التبون الاخيرة متسائلين كيف صرفت هذه الاموال الطائلة دون ان تكون للبنك المركز مؤسسة تقييم تمنح على اساسه القروض للشركات واصحاب المشاريع وهو المعمول به دوليا فهل هذا يعني ان حكومة سلال كانت توافق على منح القروض وتوافق على المشاريع الموجودة على الورق دون دراسات عميقة لجدوى هذه الاستثمارات كيف يمكن ان يقنع الوافد الجديد على رأس الطاقم الحكومي الشارع الجزائرية بان الحكومة صرفت سبعة الاف مليار سنتيم على مشاريع لا فائدة منها ودون جدوى وتبون كان احد عضاء الحكومات المتعاقبة بل حتى وزير الصناع الحالي الذي تناول ملف ما وصف بمصانع الصيارات كان عضو البرلمان ووافق على انها سليم وفي الطريق الصحيح لما ارسلت لجنة للمعاينة فما الذي تغير اليوم مع تزايد الحديث عن مناطق الصناعية تم انجازها وتوزيع هكتارات من الاراضي عبر المعرفة والمحسوبية بدون الحصول على اي مردود استثماري وكيف يصرح بان الحكومة قضت على مشكلة انقطاع المياه في العاصمة وغيرها ثم نتفاجأ بعشرات الولايات التي دهمها العطش في عزي الصيف وهي محاطة بالسدود وكيف سيجيب تبون ملايين الجزائريين الذين لم يتسلموا بعد شقاقهم رغم المليارات التي صرفت على مواد البناء والشركات واصحابها ايضا تتعلق الامر بمشروع دائما يقولون ان توجهوا هذا المستشفى هذا الهار في 73 هالي جو يختموا فيه قالوا لهم نختموا في سيدي عبد القادر قال لهم سيدي عبد القادر بعيدة هذا الوقت كانت صحرة من بعد هنا منحاوا من الناس بسكن رزقهم قبلوا انهم كانوا بعافية رئيس البلدية قبل انه نحلم ارضهم مقابل انه المستشفى ده ما يروحش لجهة ثانية عيبة خافوا الله في هذه البلاد خافوا ربي سبحانه في هذه البلاد في لكان الطبالين والزماري في اسفرق لهم نقول لهم على اعلى صوت عدناش مع طلاب يوي كل بزنسة من القول للقول امر محير فعلا ان تتعمق معاناة المواطنين وتتكرر شكواهم امام السلطات المحلية دون ما النظر في قضاياهم ومشاكلهم مما يضطرون لغلق الطرق لتستجيب السلطات للحوار مع بعضهم بعد ان رفضتوا في بادي الامر رغم ان وزير الداخلية نوردين بدوي قال مرارا انني امرت الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بفتح مكاتبهم للمواطنين قضية تطبيق المادة 49 في قانون المالي التكميلي 11-11 اللي استدقنا عليها في 2011 والخاصة بولايات جنوب تعتقليص فاتورة الكهرباء على الاسر والفلاحين 50% لحد الساعة المرسوم التنفيذي ما كينش انشو قطاع الصحة معاني الوزير انا رانيك سبت حتى عييت لقد اسمعت لو ناديت حيا مثل هذه المدخلات صيحات في واد باعتراف هذا البرلماني لكن الاصل في البرلماني انه ليس رقبين على السلطة التنفيذية ولا تمثلي حقيقيا وتخونه المصدقية بل جاء عبر التدليس والتزوير كما اجمعت عليه المعارضة التي لم تشارك في الانتخابات الاخيرة ويكفي ان اكثر من 16 مليون من الجزائريين قاطعوا الانتخابات الاخيرة لانهم عدوها مهزلة ولا تحل مشاكلهم العويصة ان الفساد والرشوة والمحسوبية والقبالية هي سيدة الموقف هذه الانتخابات واحنا نضد هذه الفكرة وهذه الانتخابة نشوف فيه محسوب امره على هنمش نستخبئ نفسه ونعود نمش نضوط وشي فيه وشي فيه وشي فيه وانا اعرف شكارة وعرف وكان هناك قوطات التوزع للمنتخبين من بعد ان ينتخبوا يستفدم الحصانة وهم رأسهم من مشو تحت القبة زيغوديوسف يزيده على جال باش يسينيوا القوانين اللي تهلك المواطن وانا ضد هذه الانتخابات وما نفوت على التواحد وقع كيف بنسبة لي ان شاء الله نفوته من تكون الجزائر حرة مستقلة ونعرفوا بللي فيها رجال شرافاء يحكموا هذه البلاد محط غير الرداء غير ان السؤال الابرز الان وعلى كل الالسنة الى اين تتجه الجزائر امام هذا الغموض والتقارير المضادة واستمرار غياب الرئيس ومن يحكم باسمه خاصة ان الرئاسة سبق ان وافقت على خطط كثيرة تبين فيما بعد انها كلام ليل يمحوه النهار امام هذا شكرا